كما حبت الكرام وصلنا الآن إلى الدرس الثامنة الثامنة مع كلمة مهمة وجميلة جداً كلمة basis تشبه الدرس السابق لكن تختلف في المعنى والاستخدام basis خلينا نتحل لنا كيف نستخدمها في جمال وأهم المراد فقط في دقيقتين أما الآن اضغط على عجاب اشترك في القناة فعل سر الجرس حتى تصل لجميع الدروس أما دروس سابقة أسفل هذا الفيديو ركز معي جيداً الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات basis تأتيب معنى أساس قاعدة أو مبدأ أساسي basis 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 كرها خمس مرات وكتبها في كراسك حتى تحفظها basis خلينا نتعلم كيف نستخدمها في هذا المثال الأول basis on the basis of these statistics 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 on the basis of these statistics on the basis of these statistics على أساس هذه الإحصائيات يتم اتخاذ قرارات مهمة نكرر هذه العبارة خمس مرات الآن بصوت مرتفع حتى تتقنها واكتبها في كراسك أيضاً on the basis of these statistics important decisions are made نأخذ المثال الثاني what he said had a basis of facts what he said had a basis of facts ما قاله وكان له أساس من الصحة أو كان حقيقي what he said had a basis of facts حاول الآن كتابة هذه الجملة وتكرارها بصوت مرتفع خمس مرات حتى تلقنها what he said had a basis of facts ممتاز أهم مغالفات كلمة basis foundation foundation تأتيب معنا foundation foundation تأسيس مؤسسة أو أساس base قاعدة ground أرض أو أرضية rule rule قاعدة أو حكم هذه أهم المرادفات أحفظ المرادفات بشكل جيد أحفظ كلمة basis وكيف أستخدامها في جملة أما الآن حاول أن تضع كلمة basis في جملة استخدم كلمة basis في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو حتى تلقنها بشكل جيد واستفاد من الآخرين أيضاً شكراً لك على المتابعة واستمر في المتابرة التعلم اللغة الإنجليزية وانتظرناها بالحلقة القادمة مع كلمة مهمة وجميلة أيضاً كلمة body سوف نتعلم كيف نستخدمها وهم مرادفات كلمة body شكراً لك وإلى اللقاء